بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل في محاضرة اليوم بعض التطبيقات والمسائل على البرونولي اكويشن وعلى جهزة قياس السرقان المسائل الرقم 3 ودي من المسائل الهمة بالنسبة لنا بيقول لي هوريزونتال فنشوري ميتر يبقى أنا عندي فنشوري ميتر مضاعي هوريزونتال زي ما مرسومه قدامنا كده وزي ما قلنا It is used to measure floreate through pipe زي ما احنا شفنا الفنشوري المتركبة بين البايب هنا فبيديني القطر بتاع الديامتر 240 القطر الدخول عندنا يبقى 1 بدينا the issue بين the elite and the throat diameter النسبة بين القطر 1 والقطر 2 هنا عندي بديها لي تساوي كام 2 فبيقول لي لو كان الدفرنس بين pressure عند المسخل وعند الاثرات is B1 نص B2 بتساوي 40 كيلو بسكال calculate discharges through pipeline if the coefficient of discharges بتاعنا cd 25 من مية يبقى ده المطلوب الأولين مطلوب التاني بقول لي لو أنا عندي inlet pressure B1 قيمته 1.1 من مية بار وقيمة الفيبر pressure 4.5 كيلو بسكال عايز يعرف maximum flow rate in kg per second عايز يعرف maximum flow rate in kg per second ده المطلوب التاني المطلوب التالي عايز يعرف قيمة rate U منومتر المقابلة للمكسموم flow rate in kg per second بابتدي أبص المسألة عندي بابتدي أستدعي القوانين بتاعتنا بتاعة الأورفس متر اللي احنا أثبتناها في المحاضرة وقلنا تستخدمها في الحل أول حاجة المعطيات عندي D1 على D2 بتسوي 2 من هنا بطلع قيمة D2 بتطلع 120 ملي متر بحويلها إلى 12 من 100 من المتر طيب أنا المعطيات عندي B1 قيمة B2 وطالب مني Qactual بكتب القانون بتاعته Qactual CD 2 جذر 2 B1 قيمة B2 على رو على 1 قيمة B2 على D1 كله 4 وإذا القيمة تم إثباته في المحاضرة بأخذ القيمة معوض بها على طول قل القيمة معطاة عندي CD95 مية الأرية موجودة عندي هي B4 D2 B1 بأخذ B2 مدينة 40 كيلو بسكال يبقى لازم أحول الوحدات عندي بضرب في 10 أو 6 ثلاثة الرؤب بتاعت المية 10 أو 6 ثلاثة وبعدين D2 على D1 بتسوي نص من هنا بقدر يطلع معدل السرايان يطلع 0.0992 متر كيو بير ساكن المطلوب الثاني عايز الماكسيمم في الريد قلنا الماكسيمم في الريد بيحدث لما يكون البرشير عند النقطة 2 بيساوي بي فيبر أكتب العلاقة بتاعتها يبقى الـ Q ماكسيمم بتساوي CDBi على 4D سكوير في جهز الـ 2 B1 ناقص B فيبر على رو على 1 ناقص D2 عادي واحد وقل قصة 4 وابتدع أعوض بالقيم بتاعتنا الله أحز وانا بعوض الـ B أحكى بالبار ضرب 10 قصة الـ B فيبر كب بل كيلو بس كيلو ضرب 10 قصة 3 عشان تبقى وحدات كلها S I unit يطلع عندي الناتج زي ما موجود قدامنا 0.0154 متر مجاعة per second بس هو الطالب ان يكون ده الكيلو جرام per second يبقى انا عرف ان الـ M dot عبارة عن الروف الـ Q maximum بضرب M dot 1000 في الرقم يطلع قدامنا يطلع الناتج بيساوي هذا الرقم 1 5 4 كيلو جرام per second يبقى انا جبت المطلوب التاني المطلوب التاني كان طالب راية المانومتر المقابلة الماكسيمم في الوريت طب انا عندي العلاقة اللي بتديني الـ Q actual CD 2 هي جزر 2G SM ناقص 1 على 1 ناقص D2 على D1 ده for maximum في الوريت هتبقى الـ H بيساوي H maximum يقال Q maximum يقبل H maximum وابتدي اعوض في المسألة عندي هذا الـ Q موجود عندي CD موجود الـ 2G معروفة الـ H maximum ده المجهول عندي الـ S بتاعت الزئبط 13.6 من 10 ناقص 1 على 1 ناقص نص كل أس 4 يطلع عندي H maximum 0.78 متر وبالتالي احنا نقول هنا عشان نقدر نحل المسائل بتاعة الفنشوري لازم تكون العلاقات جاهزة بالنسبة لي لو انا مش جاهزة نقدر نزبط على طول بسرعة ما اثبتنا في المحاضرة باستخدام Bernoulli Equation و Continuity Equation بكده نكون انتهينا من الجزء بتاع الانيرجي Equation بتطبيقاته شفنا فيه الانيرجي Equation التي نتجناها وشفنا فيه التطبيقات وشفنا حلول بعض المسائل نلقاكم ان شاء الله في موضوع آخر بإذن الله